خلينا نروح للخبر اللي بعد كده هنروح لكرة السلة اللي بيلعبوا دلوقتي رجال قبل النهائي مع سلة المغربي فريق محترم جدا 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 والمباراة شغالة دلوقتي وهي سجل نادي أهلي طلعت 17 نقطة في الشوت الثاني قبل مطلع الهواء كنت بتفرج على المباراة وطلع فرق 17 نقطة ولكن في الكوارتر الثالث حصل هبوط بعض الشيء وتقدم سلة المغربي 5 بونت ولكن يتبقى شوت كامل هنتبع حضراتكم في النتيجة ونقول لكم ايه الاخبار متأخرين مازال متأخر 5 بونت ولكن ان شاء الله النادي الأهلي قادر على تغيير النتيجة النهاردة المباراة شهدت اشتراك او اشراك هب أمين بعد اصابته في الكاحل وطبعا ارتاح مباراة التحادسكنداري اللي فاتت نتمنى ان شاء الله الفوز واسعاد الجماهير خاصة انه الطرف اللقاء النهائي تحدد خلاص وهو نادي بيروت اللبناني بعد ما فاز على الكويت الكويتي خلينا اقول لكم كمان انه الكويت الكويتي ده حامل اللقب فكان قبل نهاء نار الحقيقة على كل الاحوال خلينا نشوف فاضل 10 دقايق على نهاية المباراة قريبا ان شاء الله نقدر نقل بالنتيجة كل ده ثقة في الفريق ولكن حصل هزة في المستوى شوية محتاجين تاني كنترول في الملعب يعني مباراة كان مستر أجوستي بوش يعني يعني متدائي شوية ومش عاجبه الأداء من بداية الهبوط كان بدأ في الشوت التاني في النص التاني في الشوت التاني وكان واضح عليه عدم الردو الحقيقة لابنتهز الفرصة دي وتحية كبيرة جدا لللاعب رقم واحد هناك في الدوحة جمهور النادي الأهلي تحية كبيرة جدا 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 لجماهيرنا في الدوحة وبالطبع في الخليج العربي كله اللي بيأزو الفريق من أول يوم من أول ثانية من أول لحظة حتى الآن طبعا شباب ورجال وبنات كله بيسند النادي الأهلي هناك ودي قوة النادي الأهلي الحقيقة بجماهيره في كل مكان ولكن من هنا من البرنامج الأطال كل التحية والتقدير لجمهور النادي الأهلي في كل مكان خاصة الدوحة عاصمة قطر اللي الحقيقة يعني عاملين ملحمة كبيرة جدا من المؤادرة ومن التشجية من أول مباراة لأخيرها الجمهور ما بيسكوتش كل التقدير وكل التحية يعني الحقيقة الواحد بيفرح جدا لما بيشوف التابلو ده أو التواجد جمهير النادي في كل مكان وكلها شوية وهيبتدي بطولة العالم في الدمام وهنشوف نفس المشهد ونفس التابلو الجميل مؤادر جمهير النادي الأهلي وهو ده النادي الأهلي في أي مكان هتلاقي جمهور هتلاع في أي حتة هتلاع في أي حتة هتلاقي جمهور النادي الأهلي ومتابعين ومحبين وده قدر النادي الأهلي دايما موجود في قلوب محبيه وعشقه كل التوفير لفريس سلة وهنقول لحضراتكم على النتيجة بإذن الله فور الانتهاء من المباراة اللي شغالة دلوقتي